السلام عليكم ونهن وسهلا بكم في فيديو جديد اليوم سنشعر على موضوع اعتقد كل المسافر العراقيين يحبونه واغلب المسافرين اللي صيدون بالطائرات يحبون هذا الموضوع اللي هو وجبات الطعام اللي تتقدم بالطائرات بكل شركات الطيران مدى نختص على وجبة معينة ولا على سفرة معينة ولا على شركة طيران بعض النقاط اللي اريد اوضحها لندام نشوف تعليقات بالفيسبوك على هذا الموضوع وبعض الاحيان يوصل لمرحة الاستهزاء على هاي الوجبات بس انا عادل المسافرين مثل ما تعرفون المعلومات بالطيران هي باحة ونحاول هنا بالقناة نبسطها بابسط الطرق اول شي اريد اوضح شيئلا انه شركة الطيران انت كمسافر واجبها من تاخذ من يمك فلوس تأذكره حتى توصلك من النقطة اي للنقطة بي اي خدمات ثانية طبعا بسلامة توصلك بسلامة من هذا المكان وتشرف على راحتك بهذا الشيء وطاقم الطائرة موجودين بالطائرة هذا هو واجبهم فهي هذا واجب الرئيسي اما العمل الثانوي هو الخدمات الاضافية هذه الخدمات تتنافس الشركات فيما بينها حتى تسوي لها السوق وحتى تسوي لها مثل ما نقول احنا عدب العراقي معامل حتى تخلي الناس تحب الشركة اكثر وترتاحها بسفراتها اكثر وبالاخص اذا كانت السفرات طويلة فتتبع الشركة اكو الشركات ما تقدم اكل اكو شركات تقدم اكو شركات قل لك انا طيك تذكرة رخيصة قل لك اكل مع العلم هو الاكل ما راح يفرق بس عار تذاكر بس هاي كلها شغلات تجارية حتى يكسب بيها المسافر بس بالاخير التذكرة الشي اللي تدفع انت بالطيران هو مو عن مود الوجبة فانت مو تذكرة اشتريتها غالية لازم ينذبح لك طليء او سمج او هيج شي لا بالعكس يا حبيبي وما العلاقة ان هاي الشركة لي شايمو مضيافة هاي هذا الموضوع ثانوي بدي تقدم لك ياه من باب الضيافة الك هذا اللي اردتها واضحة الوجبات طبعا هتلقونها تختلف بنفس الشركة اللي تطير عليها مشرط من الشركة الشركة وهذا الشيء أكيد من ضمن القوانين والمنظمات والأمور اللي مترتبة بالطيران لأن كل وجبة لها وقت معين يعني الصبح ووجباتها تختلف عن الظهر العصر الليل والسفرات الفجرية يعني ريوق غدا عشاء أو سناكات إذا كانت سفرة قليلة إذا كانت سفرة طويلة ممكن نشوف فيها 2 سيرفز أو 3 سيرفز إذا مثلا السفرات اللي كلش طويلة 10 ساعات فهم وفوق السفرات أمو الساعتين تختلف عن أمو الساعة أمو 3 ساعات و 5 ساعات تختلف عن كذا فكل هاي الأمور تلقاها تختلف ويحددها سفرتك أنت وين طاير فتتحدد الوجبات وكل شركة مخالية فالنظام للوجبات مالته مع ترامل كل الوجبات اللي تقدمها كل شركة الطيران حسنا ندخل بالموضوع ليش أغلب المسافرين بالعالم يحسون الأكل ما الطائرة مو طيب مع العلم أنه شوف شكله شوفه حلو بس أغلب المسافرين يشتكون بعض المسافرين شوفونا أوكي مش حال أكو عالم شوفه طيب بس احنا خليني عالفئة شبيرة شوفها مو طيب وأنا حب أقول لك كلامك صحيح أنت ده شوفها مو طيب بس مو لأن الشركة مطيتك أكل مو طيب لا بالعكس بالأخص في الشركات الطيران تطيقهم أكل جدا نظيف ويوم بيومة ينهي سمع الشركة ويخافون من التسمم إلى المسافرين بس هذا الأكل مو طيب ببعض الأحيان أو أغلب الأحيان بسبب رئيسي وصارت دراسة بالطيران على هذا الموضوع وآخرها دراسة النشرة بدورية سيج وقالت حتى يكون دراسات غيرها هواية وقالت أنه الطعام دي يصير هيشي بسبب أنه طار الطير على ارتفاعات جدا عالية 30 ألف قدم و40 ألف قدم و35 ألف قدم الكابينة راح تكون ضغطها مصنع إن هي مغلقة بالكامل اللي وبيها فتحها القدوتة فالكل راح يموت بسبب الضغط وقلة الأكسجين فهي مكيفة الكابينة كأنما أنت على ارتفاع 6 إلى 8 ألف قدم أو 7 ألف قدم فمهما يكون هذا الضغط الذي تجتمع الأكسجين مو مثل لما أنت هنا على الأرض ومرتاح فهنا يجي الخلل الرئيسي اللي يسبب لك هاي المشكلة اللي هو هاي الارتفاعات العالية تسوي خلل بالإنسان بكم شغلة تفيد موضوعنا لليوم اللي هو أول شغلة راح تتأثر عندك وبهاي الارتفاعات وقلة الأكسجين حاسة التذوق التذوق شغلة جدا مهمة بالطعام لهذا السبب من تذوق الأكل بالطيارة مو مثل لما أنت قاعد ببيتكم يعني ببيتكم مثلا إذا أجيب لك طماطع وبيضة تحس تخبط بالطيار أجيب لك دجاج وتمن وهسوالي بس ما تحس بيها هذية اللذة أو تحسل مثل ما نقول بالعراقي نحس الأكل الفاهي ومو الأكل الفاهي إنما لها بسبب الارتفاعات فعلميا وحسب كل الدراسات الصارت التذوق يبدأ عندك يقل بهاي الحالة الله يساعد نحن طاقم طار اللي 14 ساعة مقلقين بالسماء ومنحس أي شيء بسبب حاسة التذوق اللي شبهة تنأدم من هاي السالفة فحاسة التذوق رح حصل عندك قليلة فبالتالي تذوقك للطعام ما يكون بهذه الدرجة القوية اللي أنت موجود بها على الأرض ثاني حاسة الضرر عندك بسبب هذا الأكسجين المصطنع والضغط المصطنع كله بالطيارة اللي هو حاسة الشم حاسة الشم جدا ضرورية فحاسة الشم أيضا تقل بهاي المواضيع لذلك وطبعا نحن نعرف أنه الشم جد فائتة بالأكل يعني نحن أغلبنا نحب بالأكل نجتم ريحتها طيبة مرات يعني تفوت من مكان تجتم ريحت أكل تشتيه بس تتغدى أو تتعشى بهذا المكان فهنان هاي الحاسة أيضا عندك تتضرر من ولا الطيران فشمك ما يكون قوي لذلك ما تحس براحة الطعام ولا طعامها ثالثا الضغط بالكابينة والأمور المصطنعة بالكابينة تتخفض من مستوى الرطوبة الموجود بالجسم ما يقارب 12% من مستوى المعداد لذلك يصير عندك جفاف لذلك احنا دائما بالطيران نقول يشربوا مي هواي وبلغس احنا الناس بالله المسافر كم السفرت وينزل بس احنا دائما تلقانا نشرب لازم مي هواي لين يصير عندنا جفاف بالوجه وبالبشرة وحتى دائما ريقية حسيها بس ليش هاي الأجزاء بالطعالة تخففوا شوي من مستوى الرطوبة بالجسم فيصير عندك جفاف وهاي إن شاء الله الثالث اللي أيضا من يصير عندك رطوبة وضعيتك ويا الأكل ما صير تمام بكلش فكل هاي الأمور تطيق الإحساس إنه الأكل فاهجان أو مو طيب إنما بالأساس هو مو الأكل بيه الإشكال الإشكال بالثلاث أشياء الرئيسية اللي ده صير من وراء الطيران إن الطيران جدا مؤذي سبب الضغط ماته وكذا بالأخص صفرات الطويلة لذلك وأكثر عوامل يؤثر عليها الطيران هو الأنف والأذن والحنجرة واللي يركزو لك عليهن هذن بعدك بينشكال يقول لك تعالجي يا الله إن هذن جدا يتأثرا بالضغط المصطنع الموجود داخل الطائرة وهاي الأسباب اللي تخلي الأكل تحسه مو طيب يعني يا شباب عذروا شركة الطيران ما بيها أي أكلها العيب يصير إنه هذن الأشياء يتأثرا عندنا ما نحس بالطعم للأكل بهذه الجودة العالية لذلك نقول على الأكل مو طيب أو نقول على الأكل كان شوية فاهي أتمنى استفاديتكم من هاي المعلومة وإن شاء الله أشوفكم بالفيديو الجاي أو بالفلوغ الجاي ثم الله حبايبي